والعنبلوس هي سيارة الإسعاف وبالإنجليزية هي الأمبولانس كان الأهالي يسمون المستشفى سبيتال وكانت الأهالي تسمي الطبيب الدختر وهي مقتبسة من دوكتر أما الموتر فقد أخذت من موتر أو المحرك إلى جانب جميع أجزاء المركبة ولكي نتمكن من السفر كان لابد أن تحصل على باس والباس هو اللفة الأولى من باسبورت لتتمكن من السفر ودخول دولة أخرى وكم هو محظوظ ذلك المسافر خاصة إذا كان حجزه على الفص غلاس والفص غلاس هي فيرست غلاس أو الدرجة الأولى وإذا سألت أحدهم إلى أين هو ذاهب وقال لك إنه ذاهب إلى الحفيز وهو يقصد بذلك أنه ذاهب إلى المكتب أو العمل فالحفيز هو الأوفيس يضطر الكثيرون إلى العمل إضافي لزيادة الدخل وهو ما يسمى الوارتيم والوارتيم هو الأوفر تايم أو العمل الإضافي ويوجد كذلك الويلس هو جهاز المحاكاة عن بعد وتقابلها بالإنجليزية الويرلس وفي الساحل الشرقي هناك إحدى المناطق التي لطالما أثار اسمها الفضولة لدى الكثيرين هي منطقة صنبريد وتقول الرواية إن مجموعة من الإنجليز إبان التواجد البريطاني كانت تتردد على أحد المخابز القديمة وكانوا يطلبون الخبز بصوت عالي فيحتفون هي بعضا من الخبز ليتم تداولها في تلك المنطقة وتصبح مرادفا لها والاسم الرائج لثمرة البطاطس في منطقتنا سابقا هو علي ولم والأصل أن ثمرة البطاطس كانت تستورد من شركة سمى علي وويليام نسبة لشركائها لتأخذ على لسان الأهالي علي ولم ترجمة نانسي قنقر